اشتركوا في القناة الافراد وافضل هذه الانساك الثلاثة هو التمتع لمن لم يسق الهدي وهو النسك الذي امر به رسول الهدى والتمتع يعني الاحرام بالعمرة في اشهر الحج والتحلل من الاحرام بعد الطواف والسعي وتقصير ويحل له بعد ذلك الحل كله وفي اليوم الثامن من ذي الحجة يحرم للحج من مكانه ويذهب الى المشاعر ليكمل المناسك وعلى المتمتع هدي فان لم يتمكن يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى بلاده والنسك الثاني هو القران ويعني الاحرام بالعمرة والحج معا بلباس واحد ويلبي قائلا لبيك عمرة وحجا وعند وصوله الى مكة يطوف للقدوم ويسعى للحج والعمرة ويبقى على احرامه دون ان يتحلل ثم يخرج الى المشاعر في اليوم الثامن ليكمل بقية النسك المكون من نسكين العمرة والحج دون ان يسعى لانه قد سعى بعد طواف القدوم وعلى القارن هدي فاذا لم يجد الهدي يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى بلاده واما النوع الثالث للمناسك فهو الافراد ويعني الاحرام للحج فقط وعند وصوله الى الميقات يلبي قائلا لبيك حجا فاذا وصل الى مكة يطوف ويسعى ويبقى على احرامه الى ان يتم النسك وليس على المفرد هدي لانه لم يجمع بين العمرة والحج وافضل الانساك التمتع ثم القران ثم الافراد اخي المسلم اهلا وسهلا ومرحبا بك ضيفا عزيزا في بلاد الحرامين الشريفين المملكة العربية السعودية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة